اهلا بكم سقوط ماكروباس من عند كبري صفت اللبن وحريق محدود في المتحف الجديد الكبير اللي تحت الانشاء وخناء للسماء بين محمد صلاح لعب مصر الكبير ولعب فريق ليفربول الانجليزي ووكيل اعماله مع اتحاد الكرة ثلاث اخبار فرضت نفسها النهاردة الناس كلها عماله تتكلم عماله تعلق وكل واحد ليه رأي تروح ليه المتحف الكبير الذي لم يفتتح حتى الان وهو متحف منشأ لسه تحت الانشاء ومفروض ده اللي هيتم نقل الاثارنا الكبيرة في قلب هذا المتحف يندلع فيه حريق ان يحدث حريق طبيعي يعني مش طبيعي بمعنى ان احنا قابلينه بس ورد لسهو ما خطأ ما كلام ده الحريق حصل النهاردة الساعة واحدة الدور في الواجهة الخلفية للمتحف وفيه بقى كلام ولسه فيه تحقيات بس بيقولك شرر نتيجة استخدام ادوات معينة ادى الى اشتعال الحريق خاصة ان هو اشتعل فيه التندات الخشبية ومادة الفوم اللي كانت موجودة الحريق لما حصل الساعة واحدة المفرقة بقى شوف مبنى المتحف ضخم جدا على مساحة كبيرة جدا تحت الانشاء في مئات العمال في تركيز من الحكومة المصرية على سرعة الانتهاء من بناء هذا المتحف نتيجة ان احنا لسه بندور على سيارات الاطفاء سيارات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الجيسر كان عندي سؤال بديهي سؤال بديهي هو انا لسه منتظر يتم انشاء المتحف وافتتاحه ثم اوفر له حماية مدنية بجواره مباشرة بمعنى هل يعقل ان مثل هذا المتحف الضخم اللي هيبقى حدث علامي يوم افتتاحه يكون خالي من سيارات الاطفاء اللي فورا مفروض تبدأ عملها تفاصيل اكتر هعرفها من الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف الكبير مساء الفل الدكتور طارق مساء خير فان مع ساتك وعلى سهر المشاهدين ماذا جرى اليوم في المتحف الكبير في البداية بالطبع من الناحية الاثرية المرغزة لانه مدحف الحمد لله الاثار كانت بعيدة عن هذا الحدث تماما ان احنا لسا نتكلم في مبنى بيت بني نعم من جهة اخرى الحقيق كان في الواجهة الخلفية وفي السقالات والحمد لله لم يمتد الى داخل المبنى على الاطلاق وغم ما اثير في بعض السوشال ميديا الحمد لله تم احتواء الحريق بشكل سريع وبشكل احترافي لان بعديها بساعتين تماما كان وزير خارجية فرنسا بيقوم بزيارة الموقع وبزيارة نفس المكان فبالتالي في الزيارة كان مرتبا لها كان مرتبا لها وتمت في موعدها يعني مع حدوث مثل هذا الحدث يعني تم التعامل معه باحترافية كبيرة جدا وتم اخماده والسيطرة عليه والزيارة تمت في موعدها هل جرى معرفة السبب دكتور طارق بالطبع حاليا الجهات الامنية والنقب العام ارسل رجالته وبيقوموا بعملهم بشكل احترافي لمعرفة السبب وبالطبع حيتم تحديد المتسبب يعني لازم يكون فيه محاسبة للمتخاطئ اذا كان هناك خطأ في نفس الوقت بنفس الوقت بنفس الوقت بنفس الوقت كمبنى لم يتعرض لخسائق حقيقية انا عايز اكلمك بصراحة دكتور طارق وانا لسه مستني لما يتم افتتاء هذا المتحف الكبير وهو حدث علامي يعني بكل الاثار المصرية يعني بما لها من بريق محلي واقليمي ودولي وبعدين اجيب لسه سيارات الاطفاق مش مفروض سيارات الاطفاق تبقى موجودة من دلوقتي داخل المتحف او بجواره يعني احنا انتظرت تواصل مع الحماية المدنية ويبعتولي 15 سيارة ايش ادراك الطريق ممكن يتأخروا ولا في مطر وحضرتك ادرا شو سيارتك يعني حتى في كل متاح في العالم اكبر متحف ما بيكونش عنده اكتر من سيارة اطفاق واحدة تابعة له احنا عندنا سيارتين والسيارتين دول هما اللي قاموا بالفعل بالتواجد في اقل من 5 دقائق ونجحوا في ان يتم السيطرة على الحريق في مكان محدود انه ما يمتدش لايمينا ولايسارا في الجدار وهم قاموا بطورهم لغاية ما توصل سيارات الحماية المدنية واللي وصلت الحمد لله بكثافة عالية 15 سيارة وطيارة هليكوبتر من القوات المسلحة فبالتالي لا تم التعامل بسرعة مع الموضوع عمر ما فيه مدحف او مشروع بيكون عنده اسطول خاص من سيارات الاطفاق ولكن سيارات تستطيع ان تحتوي الحريق حتى تصل الامدادات من الحماية المدنية الخاصة بالمحافظة الموجودة سؤال الاخير هل تعتقد ان هذا الحدث قبل التكرار كده؟ بالتأكيد احنا بنتعلم من اي حدث فحننظر فيه الاسباب وحننظر فيه كيفية ان احنا ممكن في المستقبل نتفادة او نتعامل افضل واسرع كمان مما تم ولكن تحية تحية لكل من تعامل اليوم من رجال المتحف المصر الكبير ومن رجال الحماية المدنية للسيطرة السريعة على الحادث والتواجد الكبير لكل المسؤولين فورا للتعامل مع هذا الحدث بشكرك الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف الكبير حدث اه حدث بيدينا جرس انذار يدينا جرس انذار كان الحوار كله على السوشيال ميديا ايه هو احنا لسه افتتحنا المتحف عشان يحصل فيه حريق يعني الحمد لله طبعا نجى المبنى نجت الاثار ووفقه تصريحات الدكتور طارق توفيق لكن ما زلت شايف ان ده جرس انذار جرس انذار مش على المتحف بس على حاجات كتيرة حصلة او موجودة فيه البلد اللي هي فكرة يقلقك فكرة الاهمال الشخصية المصرية جزء فيها في اغلبنا هو الاهمال التكاسل يعني وده وارد يحدث وارد يحصل اتمنى يبقى عندنا يعني فرقة هو انا لازم اخذ مثال الدكتور طارق توفيق بيقول لي في كل متاح في العالم ما بيكونش فيه الله سيارة اطفاء واحدة بس في كل متاح في العالم الناس عينها مفنجلة بصراحة ما عندهمش الاهمال اللي احنا بنعاني فيه هنا في بلدنا علشان كده لا احنا حالة فريدة ولازم يبقى عندنا اكتر من سيارة اطفاء لان ده لا قدر الله لو تكرر في ظل وجود بقى خلي بالك سياح اثار لا الدنيا تبقى مختلفة يعني في نفس هذا اليوم وصباح هذا اليوم في المتعودين من حضراتكو بيركبوا الكبر الدائري الواصلة ما بين الدائري وجمعة القاهرة في منطقة كده الكبر ده بيسمى كبر صفت اللبن لانه فوق منطقة صفت اللبن النهاردة مايكرو باس ما كانش فيه الحمد لله ركاب نزل بصاحبه على كوشك واعرضوا الصور يا شباب الميني باس العناية الالهية هي اللي انقذت العشرات لانه سات ربنا دي الميني باس قدامكم اهو صاقت على كوشك واحنا النهاردة بنجاهز للفقرة دي وبنتابع الخبر اعرضوا يا شباب صور على الشاشة هتلاقي بقى هتلاقي مجموعة من الحوادث ده ده احنا يعني جتلنا بشكل عجوائي كده حصلت صور حدث حدثة يعني مثلا يوم خمسة وعشرين ابريل فيه خمس سيارات اه اه تصدمه بسبب الامطار فوق هذا الكبري الكبري ده الناس بتتكلم عنه بيقولوا فيه خلل ما فيه مشكلة ما ده واحد هل انا خبير بقولك انا ولا اعرف ولا ليه فيها لكن انا بنقل لك اسئلة الناس وايضا لازم نتكلم بمنطقة الصراحة لازم يتركب على الكبري ده اكتر من رادار ليه لانه مفروض السرعة لا تتجاوز الستين كيلو بينما انا بشوف سرعات بالمية وعشرين والمية وخمسين لو الكبري فاضي بتبقى ماشي عليه كمية العربيات ورق غير عدية تعالى مثلا في تسعة وعشرين ابريل الفل وطمانتاشر وفات سائق اوتوبيس يعني اللي هو دي حدثة النهارة تعالى اطلع على خمسة ابريل كان فيه تصادم سيارتين ملاكة نتك عنها تلات اصابات واحد وتلاتين مارس يعني قبلها باسبوع بس تصادم سيارتين ملاكة خمسة وعشرين فبراير سقوط سيارة من فوق هذا المحور تلاتاشر فبراير تصادم ملاكة ومايكروباس ووجود تسع اصابات الله ده الكلام ده مفروض ما يعديش بقى ده المنطقة دي كده منطقة خطرة صح ولا منطقة خطرة الماشي فيها انا عايز المسؤولين عن هذا الكبري بقى ما عرفش هيئة الطرق وكباري ولا ايه يطلعوا يقولولي ويطمنوني كمواطن هو لعب فيه نحن عشان السرعة بتاعتنا ولا لعب فيه هندس الكبري عندما كان يتردد هذا الكلام عن كبري سيدة عيشة يقولك ايه واعتركب كبري سيدة عيشة فيه خطأ هندسي واحنا طبعا يعني سيد المعلمين يعني ده احنا بنعدل على العربية اللي جاية من اليابان او الماني يقولك لا اصل المطور وراء وكان مفروض يبقى قدام والمهندس مش فاهم حاجة لا انا عايز اهل بقى الخبرة كده واهل العلم يقولون هل هناك خطأ هندسي تم فيه انشاء كبري صفت اللبن بحيث يتم معالجته ده سؤال بسيط السؤال التاني انا بقولك كراكب ومستخدم لهذا الكبري حجم السرعات غير عادية عليه علشان كده لا انا محتاج رادار يكون موجود في هذا الكبري الحوادث تكررت بكثرة فوق كبري صفت اللبن هذه الحوادث قابلة للتكرار ممكن لك اتضر الله تلاقي بكرة حادثة تاني تالت حدث حصل النهاردة وكان حديث الناس والشباب تحديدا على السوشيال ميديا هي قصة سخيفة بكل المقييز ما بين النجم المصري العالمي اللاعب محمد صلاح وكيل اعمله القصة ايه باختصار اللي حضراتكو يعني مش رياضيين او كراويين بس لازم يعرفوها لانه ده بيكشف عن الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها كمسؤولين في مصر مع العالم محمد صلاح موقع اول حاجة ليه وكيل اعمال فهو ما بيتعملش وكيل اعماله ده اللي بيعمل له كل حاجة يعني ايه وكيل اعماله هو اللي بترتب له التعاقدات مع ايه مع الاندية هو اللي يرتب له الاحاديث اللي يجريها مع كافة وسائل اعلام هو اللي بيرتب له تعاقدات الرعاية لانه نجمع علامي دلوقتي طيب محمد صلاح وقع مع احدى شركات المحمول العالمية واللي ليها فرع في مصر ماشي وقع معاها عقد رعاية محتكرين صورته المهم اتحاده كورة اتحاده كورة عمل طيارة اللي هتقل الفريق الى روسيا وحاطت فيها صور اللعيبة بس حاطت صورة محمد صلاح بشكل اكبر وحاطت تحتي الشركة اتصالات مصرية اللي هي شبكة الرابع هنا الشركة اللي مضى معاها محمد صلاح العقد الشركة الاولى قالت له ايه الحق ده فيه شركة في مصر حتى صورتك على على شبكة المحمول اللي موجودة في مصر وكده فيه تضارب ماينفعش انت ماضي معانا عقد بشروك جزائي فوكيل اعمال محمد صلاح بعد جواب الى اتحاد الكورة قالهم لو سمحتوا محمد صلاح ماضي عقد مع شركة اتصالات وانتوا عاملين مع شركة محمول تانية فده يعمل لنا مشكلة لو سمحتهم احتفظوا بصورة محمد صلاح الطيارة لانه لاعب بس شيلوا الاعلان اللي موجود الكلام الكلام ده بقاله اسابيع ان اتحاد الكورة يستجيب لده لا وجدنا رئيس اتحاد الكورة كابتن هاني بوريدا يتواصل مع محمد صلاح وانت ابننا والغالي والحبوب لا معه الحوار ما يتمش كده انت فيه لغة عالمية اسمها اسمها احترام العقود محمد صلاح انت بتتعامل معاه هو مش قاعد بلعب معك هنا في اي نادي ده بقى نجم عالمي وبقى ليه اسم كبير هو بناب نفسه طيب احنا مركزين مع محمد صلاح وفرحانين بيه وانه خد جايزة رابطة المحترفين تفتكر الشغلانة دي اللي دفعت محمد صلاح هذه الازمة انه يكتب على حسابه وعلى تويتر انني اشعر بالاهانة من تعامل المسؤولين في مصر او بعضهم معي يقصد اتحاد الكورة طب هل ده ينفع هذا اللعب هينزل مشتت الزهر تويت يا موجودة اه هذا اللعب هينزل مشتت الزهر مش مركز هيتعرض لضغوط للعود الاعلانية اللي مضاه اللي احنا في اتحاد الكورة هنا تعملنا معاها بخيف احنا تواصلنا مع عدد من اعضاء اتحاد كورة القدم المصر عشان يخدش يقول رأى ابدا حدش عايز يتكلم طب يا اخوانا يا اخوانا الموضوع واضح لا لابسة فيه حدش بيرد وكيل اللاعب محمد صلاح قال لك تواصلنا مع وزير الشباب والرياضة مهندس خالد عبد العزيز لكن لم يصفر الاتصال التليفوني عن اي شيء طب ينفع بعد الوزير فيه كلام كده انت رايح لرئيس وزراء كده انت هتروح لمؤسسة الرئاسة فجأة هتلاقي مشكلة من لا شيء تتصدى لها مؤسسة الرئاسة يعني مؤسسة الرئاسة تسيب السيول والامطار تسيب استعدادات لشهر رمضان اولا بين الجميع يعني اتحاد الكرة اخطأ كمان انا عايز اتكلم عن حاجة مهمة جدا نحن نسيء للكابتن محمد صلاح دون ان ندري احنا بقى حديث الاعلام للنهار محمد صلاح اه نجمه كل حاجة بس تأثير ده على الناس كبير اوي اخوانا يعني انا عايز اقول لك مثلا ان اسرة اللاعب محمد صلاح تكاد تكون محاصرة ما خلاص انت عمال بقى تتكلم عن افعال الخير اللي عمال يعملها فاي مواطن في مصر عايز اي حاجة من الكرة المحيطة بقرية نجريج في زفتة بالغربية يبدأوا يروحوا لبيت محمد صلاح بيت محمد صلاح محاصر ليه النهار من الاهالي هو لم يشتكي بس هنا نتيجة الحديث المتواتر انت عمال 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 شغل زهن محمد صلاح شغل زهن قسرة محمد صلاح حواليه ده ما ينفعش يا اخوانا هو احنا بنتعامل مع هذا اللاعب ازاي ده شيء رائع انه هو رفع اسمه مصر برا شيء رائع انه هو بيقدم صورة عن العرب وعن المسلمين انهم مش ارهابيين فقط يعني السبه اللي جات لنا من الارهابيين المنتمين زورا للدين الاسلامي علينا ان احنا نساعد هذا اللاعب على ده انه يكمل المسيرة برا لكن لما يكتب هذا اللاعب المحترم انه هو بيتعرض لاهانة ثم لا يجد ردود افعال من المسؤولين في مصر يبقى عندنا هنا مشكلة احنا مش عارفين نخاطب العالم يعني احنا احنا مش عارفين نخاطب العالم مش عارفين يعني اضية واضحة وضوح الشمس ده تويتا كتبها مهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب الرئيسي بيقول سنتواصل مع جميع الاطراف لحل الازمة خاصة وان منتخب مصر يستعد للمشاركة في المنديال بالاضافة لان محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطن ويمثل بلده في اوروبا خير تمثيل اتمنى ان ده يحصل خاصة الشرقة الرعية اللي واخده ده ده شرقة مصرية يعني انت مش ماضي يعني ازاي تعمل حاجة على حاجة ده خده كمان صورة محمد صلاح اتحاده كورا وحططها على منتج لأحدى شركات الشوكولاتة المصنعة للشوكولاتة يعني ده كده من تلقاء نفسك مفيش حقوق رعاية هذا اللاعب كده اصبح يعني اي حد ياخد صورته ويعلقها وتستفيد من وراه مثلا يعني في البعض البعض ودول قلة يارون ده طمع من محمد صلاح لا هذا شاب يحترم تعقده وعلينا ان احنا نساعده ان يحترم تعقده علينا ان احنا نساعده بده لكن الكلام ده ما ينفعش يعني لغة عالمية لكن احنا للأسف الشديد لا نعرف نتعامل معه اتمنى ان الازمة تنتهي بهدوء فيه بقى تهديدات طلعت تلميحات من وكيل اللاعب محمد صلاح بانه احتمال ما يشاركش في المونديال لكن اعتقد هذا الكلام يعني صعب تحقيقه يعني او تمفيزه على ارض الواقع المفارقة ان اللي خلى اتحاد الكورة يجيب شركة وطرع الطيارة ويجيب رعاه يكسب منهم اوه محمد صلاح ما محمد صلاح هو اللي جاب لك الجنين بتاعه كونخو يعني هو ده جزاء الراجل طبعا الفريق كله اللي جاب بس ساعة الجادة محمد صلاح هو اللي جاب لك البنل دربة الجزاء لو ضيعها بقى النهاردة كنت روحت روسيا وجبت شركة تعمل الكلام ده يا اخواننا لمه الامور بسرعة يعني انا عارف ان الامور في الكورة المصرية بتطور باعدات الاهاوة واعدات المساطب وبالقبلات والاحضان لكن لا ده احتراف عالمي اتمنى 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 فعلا انه يتم حل الازمة لان حول ملكية مصانة عالمية اه ربما ممكن بكرة بعده تنتهى زي الازمة على خير طالما وعد مهندس خالد عبدالعزيز بالتدقل والعمل على حله حلها هنروح النهاردة للاحتفالية اللي اقامتها الحكومة النهاردة واتحاد عمال مصر بمناسبة اه ذكرى عيد العمال اللي بتهل علينا يوم واحد مايو اه استاد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي القى كلمة اليوم لكن انا وقفت قدام جملة لازم تكون موجودة ونعلق عليها لانها جملة كاشفة كيف يفكر الرئيس وكيف يرى الاصلاح الاقتصادي وتأثيره عن الناس اجراءات اقتصادية صعبة جدا ما كانتش ممكن ابدا ما تتعملش وإلا كانت التحديات شكرا شكرا وإلا التحديات اللي كانت هتنجم عنها كانت هتبقى صعبة جدا هنا انا بسجل لكم كلكم لان معظم اللي تحملوا نتائج هذه الاصلاحات هم يعني الناس اللي هي البسيطة يعني وهمال مصر طبعا وعملاتهم من الناس ديت تحملوا والتحمل ده كان ثمر هذا التحمل حاجتين ان البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى نجح ثم صورة مصر أمام العالم صورة مصر أمام العالم كله او شعب مصر ان هذا شعب واعي وفاهم ومستعد يقدم عشان خطر بلده تطلع قدام ويضحى ويستحق دول النقطتين اللي أنا حبيت أقولهم اللي هي ان أنا بقول انها كانت مصاعب ضخمة جدا فعلا تنق بحملها الجبال صحيح وبالتالي كل التحية وكل التقدير وكل الشكر وكل الامتنان للشعب المصري على هذا التحمل يعني الرئيس السيسي بيقول لك ويعترف بان فعلا برنامج الاصلاح الاقتصادي كان شقا على الجميع خاصة العمال وبسطاء المصريين وشايف ان اللي تحمل الفاتورة بشكل أساسي هو المواطن البسيط هذا اعتراف واضح وصريح وأمين من رئيس الجمهورية بيقول لك لا احنا دفعنا تكلفة عالية جدا اقرار امين بالواقع على لسان الرئيس الجمهورية انتظر من السيد الرئيس الجمهورية بعد الاقرار بان الاصلاح الاقتصادي كان شقا هو كان يا رئيس مش شق فقط هو جي دفع واحدة يعني لسان حال كثير من المواطنين وبيقابلونا وبنتكلم اره ابنا وصحابنا وجراننا واصدقائنا بيقول لك يا رئيس احنا مقتنعين بالاصلاح مقتنعين ان احنا لازم ناخد الدواء بس احنا خدنا كل الدواء في جرعة واحدة يعني لماذا لم يتم تقسيم برنامج الاصلاح الاقتصادي على اجيال مثلا ليه الجيل الحالي هو اللي يدفع هذه الفاتورة ما دي اسئلة يا رئيس فيه سؤال تاني ايضا هو امتى هنشوف نتائج الاصلاح خبراء الاقتصاد وحضرتك اللي قدرت هذا الملف شايفين ان الامور وعيدة بس المواطن المصري عاوز يسبع كلمة اجابة على سؤال امتى امتى تحديدا دي بعد شهر بعد سنة بعد اتنين وبدايات التحسن هتبقى ملموسة في ايه حل مثلا في تراجع في الاسعار تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حل ارتفاع في الدخول حل فيه علاوة يعني انبارح واحنا كنا بالنقشة رئيس الموازنة الجديدة قراءة فيها بند الموازنة من زي ده ال 11% يعني هي هي هتبقى العلاوات والزيادات العشرة في المية طيب ما ده برضو صعبها رئيس لان كان فيه تضخم تضخم كبير اللي كان معاه ارشين ركنهم على جنب خلاص خلصه اللي كانت معاه حتة دهب غويشة ولا حتة سيغة خلاصت بعد ما خلاص انت هتغطي غول الغلاء ده ازاي التكلفة كانت باهزة تحملها المواطن المصري البسيط لا اعتقد ان اغنياء مصر انهم تحملوا معانا فطورة زي كده وان اغنياء مصر مارسوا كل عمليات الاستراد للسلع الترفيهية دون ان ينقصوا شيء يعني فاذا اللي دفعها العمال كنموذج الفلاحين المزارعين بعد ارتفع ايجار الارض ارتفع الاسمدة الكيماوي كل الحاجات دي طيب عايزين تعويضة رئيس عايزين نظرة يعني هو دور حضرتك ان انت تقعد مع السيد رئيس الوزراء وتقعد مع اعضاء الحكومة وتقول لهم يعني حاجة كده بنسميها ايه يعني يعني ارم بيادك يعني تحية جميلة كده مع بداية السنة المالية الجديدة طيب الكلام المتواتر ايضا يا رئيس على ان هناك تطبيق الشريحة الرابعة او الخمسة لزيادة اسعار الكهرباء واللي فاتورته بتجيله بالف هتجيله بالف ربعمية وخمسين بالزبط انا بقولك ده على الهواء بند دعم الكهرباء كان في الموازنة المالية الحالية تلاتين مليار بند دعم الكهرباء في الموازنة القادمة سنة تمنتاشر تسعتاشر اللي هي هتبدأ من واحد سبعة بند الدعم ده انخفض بقى ستتاشر مليار ده معناقي ان فاتورتك لو كانت بالف هتبقى بالف ربعمية وخمسين فاتورتك بتجيلك بالفين هتبقى بالفين وتسعمية انا بقوله لك بالزبط ده هيتم تطبيق من واحد سبعة يعني ابتداء من فاتورة واحد تمانية وكده كده عامة تبقى مشغل المراوح والتكيفات والتلاجة والكلدير يعني هتبصر حال ده ينفع معايا رئيس ان احنا نعمل علاوة استثنائية مثلا عشرين في المية خمسة وعشرين في المية خاصة العلاوة بتيجى على اساس الراتب ما بتجيش على اجمال الدخل بس الناس بتسأل الناس من حقها انها برضو مشاعر الخوف والقلق والسلف والجمعيات تتراجع بقى انا السنة اللي فاتت الرئيس 31 ديسمبر قلت اذا كان 2017 هو عامل حكومة فليكن 2018 هو عامل مواطن مصر ننتظر نظرة النظرة دي او الطلب ده حسنا به النهاردة في مجلس النواب مجلس النواب النهاردة احد السادة النواب قرر ان هو يقدم طلب يتقدم بقانون لزيارة المعاشات والمرتبات هذا النائب هو سيد النائب المحترم سليمان العميري عضو مجلس النواب عن دائرة مطروحة وبيقول احنا لازم كمجلس نواب ناخد مجموعة من الاجراءات الاقتصادية نحمي بيها المواطن من الغلاء ومن التدخل وان هو بيقول ان العلاوة الطبيعية اللي بتصل نسبتها ل7% مش هتبقى كويسة وان هو بيقترح مشروع بقانون لرفع زي العلاوة الى 14% او 15% ويطالب بقانون لزيادة المعاشات وإحنا هنا بنتكلم عن المعاشات علشان برضو نتكلم بصراحة وحديثي هنا بقى للسيد رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء اه يعني انا علقت وقلت ربما الراتب اللي بياخدو الوزير في الوقت الحالي مع اعباؤه الاجتماعية الكبيرة والنظرة لي وانه وزير واوة الكلام ده وبدل لبسه وحكته ممكن بالكاد مرتبه يغطيه اه انت بتتكلم ازاي يا خير بتدفع عن واحد بياخد 35 ألف جنيه ما انت مش هتلاها عد يجي لك اساسا ما اللي بيجي لك دول العلماء برضو بيجي لك ناس يعني افنوا حياتهم مترخوا انت عايز المنصب العام اه تبرع ما عادش هيجي لك وانا عايز ادرها ان انا اكون عملي لان البعض دخلوا على صفحيتها على الفيسبوك قالوا لي ينفع ان انت تدافع عن المرتبات الكبيرة دي مهبوس هتزنقني في مزنق هقولك اه ينفع لكن انا مختلف على ايه على ان القانون اللي طلع واللي وقع عليه السيد رئيس الجمهورية خلى ان معاش الوزير بقى والمحافظ تمانين في المية من اجمال داخله يعني هيبقى معاشه تلاتين الف جنيه مثلا يا رب يزيده زي ما هو عايز بس انا عايز اقول حاجة الوزير ده لما طلع وبقى على المعاش هنا بقى مواطن ما هو في الاصل مواطن طيب الراجل بقى المدرس المهندس ضبط الشرطة استاذ الجمعة الى اخره العامل الاجير ما بياخدش تمانين في المية من اجمال داخله اذا لماذا قمنا بتمييز السادة الوزراء والمحافظين على حساب المواطنين بقى ده سؤال شرعي ليه انا بو يا امي ياخدوا المعاش اللي بيبقى مرتبوا عشر تلاف جنيه انا بو يا امي الله يرحمهم يعني بس يطلع المعاش فياخد الف ومتين جنيه الف ومتين جنيه بس زميله ممكن يكون في المصلحة علشان بقى وزير فمعاشه بقى تلاتين الف جنيه دي مش عدالة يتزود المعاشات للكل وتعدل وده امر مستحيل ان انت ترفع المعاشات والضعفة كده تلات اربع خمس مرات ده الحكومة وقعة في حزبس في قصة حكم محكمة القضايا الاداري اللي اضافت خمس علوات استثنائية ما كانوش مضافين والحكم ملزم للحكومة بتنفيذه فانت يا حكومة اللي فتحت على نفسك الباب يعني ايه انا كاعلامي هسندج في فكرة ان الوزير ياخد مرتب كويس لكن مقدار شبيع للناس انه كمان ياخد معاش كويس لانه لازم يرجع الى المكان اللي هو جيب منها كان جاي كاستاذ جامعي طالع المعاش يبقى ياخد المعاش بتاعه الحاجات الصغيرة دي اللي انتو بتعدوها وتمدوها لا الشعب قادلة الحركة دي مدايقة كثير بالمواطني مدايقة وشايفين انه ما فيهاش عجل وان فيها ظلم واصحاب المعاشات يقولك اش معنى أنا ما هو جميع في الدستير يا اخوانا يقولك المراكز القانونية للمواطنين كلهم متساوية انا كساعي في اي مصلحة متساوي في مركز القانوني مع الوزير مع رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية ما حدش ياخد ميزة افضلية ازادتها للمواطن لازم تديها للتاني فالوزير لما بيخرج من الوزارة هو خارج كمواطن يبقى ينطبق عليه قانون البعاشات الى 1200 جنيه مثلا حضراتكم ميزة الوزراء حضراتكم ميزتم انفسكم شوف انا مفتحت شبقي لكل وزير بيتفرج علي دلوقتي وكل محافظ مفتحت شبقي على مرتبك رغم ان ده عامل مشاكل بيني وبين بعض السادة المواطنين رأيهم على راسي ودخلين بيوجهولي نقد حد على صفحتي على الفيسبوك وفي رسائل ازاي انت تنتصر لده يا خير ده انت بتقولي ان ان انت احنا بنقول ان ان انت ان انت بتوم السن ما انا بقولك ساعة الجد يعني ما فيش بقى حد هيجي لك الوزراء خالص ما حدش هاي في وزراء زي مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء متنازل عن اجره فضيلة الامام الاكبر وهو ليس وزير هو بدرجة رئيس وزراء متنازل عن اجره لا في وزراء كان دكتور يوسف والي مثلا يعني لكن انت هتجيب واحد من معمله ولا مختبره يجي يقولك انا وزير واسحة من سنة الصعب واثنين بالليل ده انه لو اشتغلت في اي شركة قطاع خاص بيبقى فيه ناس علماء بهذا الشكل انا اتمنى اتمنى ان مشروع القانون المقدم في البرلمان من سيادة النقب المحترم سليمان العميري واللي بيتكلم فيه على وجود علاوة استثنائية خاصة بقيمة 14-15% اتمنى ان لا تقف امام الحكومة لان الناس هنا حرقة المعاشات للوزراء والمحافظين بتستفز الناس خلوني اروح لتصريح النهاردة للسيد محافظ البنك المركزي الاستاذ طريق عمر بيكلم على حجم الودائع في البنوك حجم الودائع اللي بيودعها المواطنين وبعض الشركات في البنوك رابطين وداية اتدخارنا كام 5 تريليون جنيه يعني 5000 مليار جنيه طبعا جزء منه الحكومة مستلفاء وجزء منه المستثمرين لكن انا وقفت قدام الرقم بيقال ان معدل الادخار عند المواطن المصري بسيط بس انت لما توقف امام رقم 5000 مليار جنيه ده رقم بالنسبة لكبير يعني ان هناك شريحة من المواطنين ذهبوا طواعية الى البنوك وراحوا حطين في البنوك 5000 مليار جنيه ربطوها وديعة بحثا عن الفائدة المنتظرة اللي هي في الوقت الحالي في حدود 15% 15% سابتة اللي هي الشهادة البلتينية الثلاث سنوات المواطن اللي حط هذه المبالغ الكبيرة المواطنين ده معناه انه هم نزلوا السوق ملقوش اي حاجة يحطوا فيها الفلوس دي مفيش استثمار مفيش مشروع ضخ الحكومة احيت اماله وسط الناس وقتلهم تعالوا سهموا فيه زي مثلا زي مشروع تنفيح قناة سويس مفيش اقبال لدعم حقيقي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصخر يعني انا معايا 500 الف جنيه 300 الف جنيه يعني اروح بقى للمستريح ينصب علي زي الشاب اللي موت نفسه من الدور العشر وعن سبع عشرين سنة لعب دور المستريح في 31 مليون جنيه ولا اروح فين اروح برصة حالها لا يصر عدو ولا حبيب اروح اشتري شقة سعر المتر بعشر ولا 15 الف طب لما هبيعه هبيعه بكام هلاقي مشتري ده الشقق من رطراته النهار فيه اربعة ونص مليون شقة تحت الانشاء في مشروعات قومية في مشروعات كبيرة لقطاع خاص ما بين شليه وقصر وفيلا احصائية قريتها مبارح اه لسه ما تبعدش ويقابلهم اربعة ونص مليون شقة مقفولة مقفولة طب احطهم في شقة طب انا مش عارف بيحها اه مش عارف بيحها ده يخلينا ربما بكرا نكلم عن حاجة اسمها تصدير العقار بس ده مثلا هوادي فلوسي فين هل الحركة ماشي بحيث ان انا اعمل مشروع طب انا خايف الاسعار هتبقى غالية اللي هبيع بيها السلعة بتاعتي في تضخم لا اروحي عم بص في الامان انا نزلت السوق ملقيتش حاجة تغريني ولا تشجعني فروحت رايح البنك حطت الفلوس عايز اقولك ان معامل او معدل التضخم اعلى من حجم العقد اللي بتقدم البنك يعني البنوك كانت بتديلك 20% سنويا التضخم كان 4% اللي هو الغالة يا اخوانا يعني القوة الشرائية لفلوسك بالزبط قلت 14% ومع ذلك المواطن مجبر فانا طبعا كمحافظ بنك المركزي هو يفرح انه فرحان انه عنده وداية لانه دي اللي بيسلفها للبنوك لكن لو انت بتتكلم صح الصح لا ده رقم يدل على يعني الناس كمشانة الناس خايفة لا يوجد ما يغرية للاستثمار هنا ودي مسألة صعبة انا طرحت على الحكومة 9000 اقتراح قلت لها ما تعملي مشروع شركة مساهمة مصريحة المصريين يكتبوا فيها بأسهم وايه يروح واتطوري سكك حديد مصر وتحدديلي حتى نسبة تاخد فلوس المصريين تستثمرها ضمنينك يا حكومة اللي عندك ما بيضعش مثلا طب ليه طب ما الناس اهيه معا خمس تلاف مليار جنيه مش لاقي اللي يستثمره بيروحوا بقولك بقى يلفوا على شوية ناس كده يضحكوا عليهم ويقولك انا المستريح وتعالى ديني 100000 جنيه هديلك كل شهرة 10% كل شهرة 10% انا مرة واحد قال لي الكلام ده قلت له انت تطلع فورا على محافظة البنك المركزي لان انت هتدي فايدة 120% يعني فلوس هتتضاعف مرة وربع في السنة فهتقنع محافظة البنك المركزي يروح مطلع لك الخمس تلاف مليار جنيه دول يدهم لك مكنش حد دخوله مشكلة ان احنا بنصدق مشكلة ان احنا بنصدق عايز اختم بخبر عن صحيفة اسبانية تشيد بتغليز عقوبة مضايقة السياح في مصر ومعلقة بان ده بينشط السياح صحيفة اسبانية مصر طلعت قانون بيغلز عقوبة التعرض للسائحين ومضايقتهم والقانون بيفرض غرامات على بعض الباعة اللي بيتعرضوا للسياح تخيل القانون ده محلي تلع في مصر يتعلق بالسياح اسبانية يعني العالم اهو اهتم بيه شاف ان دي بدا كويس وبيقولك ده ينشط السياح نحن نتعامل او بعضنا او قلة مننا بتعاملوا مع السياح السياح بطريقة سيئة اللي هو مدي ايدك في جيبه ان شاء الله عنه ما جيه تاني احنا عايزين ثقافة تبقى مختلفة نعلمها لولادنا ازاي يتعاملوا مع السياح لو السياحة تبقى مصدر دخل رئيسي عايزينها ترجع تاني ندرس ندرس لولادنا وهم اطفال في المدارس وفي الحضانات يعني ايه سياحة يعني ايه تتعامل معاه السياحة هي الصناعة الوحيدة الصناعة الوحيدة اللي فلوسها فورا تفتح باب الطيارة كسبت فلوس السياحة اللي جاي لك من بره يعني التحية طبعا للي اقره هذا القانون وهو اكيد البرلمان المصري شايفين خبر زي ده وجد صدع علامي ازاي هينتشر في وسائل اعلام في وكالات الانباء يشجع السياح انه هما يجل هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل بقى ما تبقى من فقرات اليوم عندنا فقرة مهمة حوارية مع استاذ التاريخ الحديث دكتور محمد عفيفي هنتكلم كده في موضوع انا شايف ان احنا كمصريين معندي ناس زي وطني مفيش اللي اهلين في سيناء بعض قرى الصعيد والفلاحين لكن كعموم الشعب المصري احنا معندي ناش هذا الزي الوطن رغم كان عندنا رمز للزي الوطن التربوش مسا بس التربوش خلاص ده لو حد ليه بستربوش ومشي بيه في الشرع النهاردة يتريه عليه رغم انه هو كان تمام كمال الاناقة مسلا هنتكلم عن ده وهنتكلم ايضا بعد الفاصل في فقرة باب خير عن المسؤولية الاجتماعية لبعض المؤسسات في مصر